السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم نرضى إن شاء الله عن العفن الرمادي أو العفن البني أو عفن البوتريتس في الانب وإن شاء الله هنتكلم في نقاط محددة وشرح وافي مبسط عن معلومات عن المسبب المرضي والظروف المناسبة لنشاط وانتشار المرض وأعراض الإصابة وأخيرا كيفية الوقاية والمكافحة في حالة الإصابة والفيديو ده بنعمله بناء على طلب أخونا الكريم الأستاذ وليد الشريف ولو حضرتك أول مرة تابعنا اعمل اشتراك وفعل جرس التنبيهات لتصلك أحدث المعلومات الزراعية تابعونا أهلا بكم مرض العفن الرمادي أو عفن بوتريتس في العنب هو مرض فطر يسببه فطر يسمى بوتريتس سيناريا ويمكن أن يصيب هذا الفطر أكثر من 200 نوع نباتي وتكمن خطورة هذا المرض في العنب في أنه يصيب عنق العنقود فيموت العنقود ويسكت قبل النج مما يسبب خسائر كبيرة والخطر الثاني أنه يصيب المحصول مباشرة مما يسبب خسارة في المحصول ويساعد في نشاط هذا الفطر أو يفضل الفطر درجات الحرارة المعتدلة مع الرطوبة العالية أما الظروف المثالية لانتشار العدوى فتكون عند حرارة 25 درجة مئوية مع رطوبة 90% لمدة حوالي 15 ساعة ومن الأسباب التي تساعد على الإصابة أيضا التزليل الكثيف أو الأماكن ذات الكثافة الخضرية العالية بالإضافة إلى تزاحم العناقيد وتلامسها أو ملامسة الحبات المصابة للأخرى السليمة ويمكن لهذا الفطر إصابة الأوراق وأعناق العناقيد والثمار وتبدأ الإصابة في الظهور في فصل الربيع مع نهاية عملية التزهير ويمكن أن تحدث الإصابة للأزهار فتذبل وتموت قبل العقد ويمكن أن يصيب هذا الفطر هيكل عنقود بالكامل فيذبل ويموت أما عن أعراض الإصابة بمرض العفن الرمادي عفن البتريتس في العنب واحد الأعراض على العناقيد حيث تظهر بقع بنية تتحول إلى اللون الأسود مع تقدم الإصابة ثم تمتد هذه البقع لتشمل كامل الهيكل ثم تجف العناقيد وتسقط اثنين في بداية الربيع تصاب براع من النموات الحديثة وتتحول إلى اللون البني ويجف في النهاية قبل التزهير وتظهر بقع كبيرة ذات لون بني محمر على الأوراق وعادة ما تكون هذه البقع لحفة نصل الورقة ثلاثة جفاف الأزهار وموتها وفشل عملية العقل أربع عند إصابة الثمار الناضجة فإنها تتحول إلى اللون البني في الأصناف ذات اللون الأبيض أما الأصناف ذات اللون الأسود فتحول الثمار المصابة إلى اللون الأسود المائل الأحمر ثم تجف بعد ذلك ويتكون عليها مسحوق رمادي وهي جراثيم الفطر خمسة في الجو الجاف الثمار المصابة تجف أما في الجو رطف فإن الثمار تنفجر ويكون على سطحها الخارجي عفن رمادي يميل إلى اللون البني أما عن طرق الوقاية والمكفحة في حالة الإصابة بمرض العفن الرمادي أو عفن البوتريتس أو عفن البني في العنب واحد التقليم بشكل يحقق المحصول الجيد والنمو الخضري المناسب لإدارة الأشجار بشكل جيد اثنين التخلص من بقاية تقليم خارج الأرض لأن جراثيم الفطر تظل على الأفر والمصابة للعام التالي وتصبح مصدر للعدوى ثلاثة التهوية الجيدة وإدارة المجموع الخضري بشكل جيد لتوفير التهوية والإضاءة أربعة المحافظة على عدم تلامس العنقيد وحتى عدم تزاحم الحبات داخل عن قود الواحد ومتابعة الحقل بشكل دوري وإزالة الأوراق الملامسة للعنقيد خمسة مكافحة الحشرات مثل زبابة الفكهة أو ديدان الثمار والتي تأدي إلى تعرض الثمار للإصابة مباشرة وكذلك البياض الدقيقي ستة عدم الإفراض في التسميد الأزوتي سبعة إزالة الحبات المصابة أولا بأول سبعة أو التمانية وضع برنامج وقائي باستخدام المبيدات ويتم رش دورة عند 80% تزهير ورش دورة أخرى عند حجم 14 ملي ثم رش دورة ثالثة بعد اكتمال نزول الماء ويمكن استخدام المبيدات التالية في الوقاية والمكافحة مبيد مثل سويتش بمعدل 50 جرام لكل 100 لتر مبيد بيليز بمعدل 50 سنطي لكل 100 لتر مبيد الدور بمعدل 50 سنطي لكل 100 لتر مبيد نوترام بمعدل 50 سنطي لكل متر مبيد باندل بمعدل 50 سنطي لكل 100 لتر مبيد الروفرال بمعدل 100 جرام لكل 100 لتر انتهى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبيد مبيد